بحثنا في ذلك تحدثنا عن بعض القضايا التي تقص سوريا، إراك وإيران الحدود وخاصة القضايا لموجودة الصومال لقد كان لقائنا حول كل هذا لابد أن نحسن كل العلاقات على مجتوى مجلس الشعب مجال التجارة ونتمنى بالتأكيد أن تذيذ ويعود هذا على دولتنا وأحب أن أعبر أن هناك استثمارات قوية جدا ما بين الدولتين ونحن نحس كل شركتنا على زيادة ومضاعفة الاستثمار في دولتكم وأيضا أحب أن أعبر أن هذا هو موضوعنا وقضياتنا وهو الحس هذه الشركات على مضاعفة الاستثمارات الآن إذا كان اللقاء على مستوى وزارتنا فأنا أود أن أقول أنه سيكون في الأيام المقبلة تعاون من قبل الهيئات والوزارات الأخرى بما يحقق التعاون تضامن ولأن من أكبر الصادرات التي تقوم بها مصر هي تركيا أحب أن أعبر أننا ممنونون وسعداء لهذا لمصر استثمارات كبيرة جدا في تركيا وهي نقطة لابد أن نوقع الضوء عليها والأمان هو في تقويات وزيادة حكم هذا التعاون وطوطيط الأواصر ويجب أن ننمي العلاق ما بين دولتين ونحس أيضا قطاع السياحة عدد السياحة الذين يأتون إلى مصر وعدد السياحة الذين يأتون من مصر إلى تركيا لابد أن يزيد وأتمنى إن شاء الله أن تزيد وتنمو العلاقات مرة أخرى ونتمنى أيضا أن يتم افتتاح مرة أخرى فرع للمركز الثقافي التركي في الأسكندرية كما كان من قبل حتى أن نفعل كل متى حدثنا أنه لابد أن نعمل سويا وبشكل جاد في الأيام المقبلة بمنتها المحبة حتى يحدث هذا أشكر أخي سيادة وزير الخارج سامح شكري مرة أخرى على تعبيره دائما عن سعيه لتقوية هذه اللقات مثل ما نفكر وعن وعده بأننا سنعمل على تقوية هذا وأشكركم أيضا على حسن صدافتكم وكما قلت بسيادتكم فإن لقاءنا كان بهدف كيف يمكن لنا أن ننمي العلاقات ما بين دولتين ونتمنى أن تزيد اللقاءات على المستوى السياسي والدبلوماسي شكرا